بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع حديثنا عن الحب في الله وهنا أقف عند قول سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لما قال لولا أن لي إخوة ينتقون أطايب الكلام يعني لا يتحدثون إلا بالكلام الطيب كما ينتقى أطايب السمر ما أحببت البقاء في الدنيا إذا كنت مع الناس وفي مجلس فتكلم بالكلام الطيب لا تحرج أحدا لا تسئ إلى أحدا لا تمزح مزاحا قبيحا مع أحد من الناس كما أمرك الله سبحانه وقولوا للناس حسناء كما أمر الله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن لا ترفع صوتك على أحد واغضض من صوتك وهنا أقف عند المزاح هل المزاح له حد؟ نعم المبارك فوري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله أي المزاح إلا مع الندرة يعني في أوقات ضيقة لا يفعله إلا قليلا لماذا كان يفعله؟ قالوا لتطييب خاطر المهموم والمحزون كان يداعبه ومع ذلك هذه المداعبة وهذا المزاح لا يخرج عن نطاق الحق والصدق ولذلك لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تداعبنا قال يا أبا هريرة إني لا أقول إلا حقا يعني رغم هذا العمل ورغم هذه المداعبة ورغم هذا المزاح أنا لا أخرج عن الحق والصدق وهكذا يكون المزاح في أضيق الظروف ويكون مع الندرة يعني مع القلة ومن كمال المحبة أن تزهد فيما في أيدي الناس إذا فعلت ذلك أحبك الناس لا تطمع فيما عندهم قال ربنا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم كن زاهدا فيما في أيديهم ولا تطمع فيما عندهم ربما رأيت إنسانا قد أعطاه الله المال وأنت لا تدري بحاله ربما يكون مبتلا بأشد الأمراض وأنت لا تعلم ولا تطيق ما هو فيه من المعاناة ومن الابتلاء وأنت إنما تنظر إلى المال فقط ومن كمال المحبة أن تتحدث مع الناس باحترام فإذا وجدت إنسانا يحكي لك موقفا وأنت تعلمه بل أقول لك أنت تحفظه وسمعته مرارا وتكرارا لا تقول له أنا أعلم هذا الكلام أو لا تكمل له هذا الحديث ولكن استمع إليه واجبر بخطري فقد قال بعض أهل العلم إني لأستمع إلى حديث الرجل وقد سمعته قبل أن يولد يعني هو عارف الحكاية دي قبل أن يولد هذا الشخص وسمعته مرارا وتكرارا فيحملني حسن الأدب أن أستمع إليه حتى ينتهي من حديثي ليجبر بخاطره لا تحزن أحدا ولا تدخل الحزن على أحد ولا تسئ إلى أحد فمن أفضل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى إدخال الصرور على الناس ولو بالكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمط إن لم تقدر على العطاء إن لم تقدر على إسعاد الناس إن لم تقدر على إدخال الصرور عليهم فاصمط الصمت دواء لك إدخال الصرور على الناس هذا من أفضل الأعمال وهكذا حكى محمد بن المنكدر أن من أفضل الأعمال إدخال الصرور على الناس ومن كمال المحبة أن الله قد نهانا عن التناجي ما معنى التناجي؟ يعني إذا كنتم سلاسة في مجلس أو في سفر أو في مكان لا يتناجى إسنان دون الآخر لا يتكلم إسنان ويتركون السالس فهو ربما يشك أنهم يتحدثون عليه وربما يقول إنهم يقللون من شأني هذا يحزنه ويدخل الحزن عليه فلا تفعل هذه المناجاة قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم سلاسة فلا يتناجسنان منكم دون الآخر لا تترك مجالا للشيطان أن يوسوس إليه أنكما تتحدثان عنه بالسوء أو أنكما تقللان من شأنه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا هذا يدخل عليه الحزن فهذا من كمال المحبة أن تحترم الناس وأن تحترم آراء الناس وإن استطعت أن تقول الخير فافعل وإلا فاصمت فاصمت دواء اللهم فقهنا في دينك وعلمنا مكارم الأخلاق وعلمنا حسن الأدب هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته